السلام عليكم و اهلا بكم كتيب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس بالكتير قوي 10.000 و لعشرين الف مقاتل تسلحهم معروف سلحة خفيفة كلاشنكوف على شوية صواريخ ماركة اضرب وتحك يعني لما بيطلقوا 3.4.000 صاروخ بيموتونهم 15 واحد صهيوني الحركة قررت ان هي تعمل عمل عظيم جدا 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 يوم 7 اكتوبر اقتحمت السياج و عبرته و دخلت في العمق في المستوطنات و دبحت و قتلت و خدت اسرع اسرائيل كانت بتتفرج او عامل نفسها مش شايفة على غير العادة و على غير الطبيعي يعني في المرة الوحيدة اللي حصل اقتحام عنيف القوات الاسرائيلية ما كانتش موجودة بطول السياج الفصل هل دي مش مؤامرة؟ طب هل هي مؤامرة من الاثنين و اللي هي حماس خططت فاسرائيل و وصلت لها المعلومة فعملت نفسها هابلة عشان توصل لحاجة بعد كده ولا في تنسيق ما بين الاثنين مش هقول لك ولا دا ولا دا فقوم لما دا يحصل حماس او الجهاد اللي تسمو اي دا قسام اللي على بعضها بنقول بيكتير 20 الف وتسليح ما بدائي الاساطيل اتحركت باتجاه السواحل الفلسطينية القسطول الجزء من القسطول الامريكي و القسطول البريطاني حاملة الطائرات عشان تبقى فاهم لما بتتحرك بتبقى على الاقل حوالين منها 7-8 قطع كبار بيحموها ما بين بقى فرقاطة مدمرة كرفت زوارق حربية غوصات ليه لساعتك؟ فهل كل دول دخلوا على المنطقة عشان حماس؟ عشان غزة؟ وفي نفس الوقت اسرائيل مصممة انه هم يتهجروا على لسان اكتر من مسؤول روحوا مصر انت بتطرد اهل بلد انت بتحتلها ايه الضغط دا؟ وما فيش اكل ولا شرب ولا دوا ولا ماء احنا هنقرف كل حد ما تقولوا ايه دلنا في سناننا وماشينا على مصر مش غريبة شوية اللي بيحصل دا؟ طب بالنسبة للدول بقى الدعمة لحماس والدول اللي بتعلن عدقها لإسرائيل ليه ما اتدخلتش؟ ليه ما خففتش الضغط عن حماس كده من خلال الجابهة السورية والجابهة اللبنانية؟ خلي بالك ان الرئيس السيسي لما يطلع يقول بنفسه ان إسرائيل بتضطر الناس دي ان هي تيجي مصر فده مش سهل رئيس السيسي من الناس اللي مش بتتكلم كتير ففي مؤامرة بتحصل هنا في مؤامرة بتحصل هنا لانه مش من البديهي انه الاساطيل دي كلها تيجي تقف هنا عشان خطر العشرين الف بالكتير بتوع كتاب القسام وبرضو ما كانش طبيعي انه القسام يعملوا كده في المدنيين ويصوروهم ومش طبيعي برضو انه الاجهزة دي او الناس دي لما عدت الاجهزة بتاعت السياج ما اشتغلتش وما فيش عسكري واحد تصدى للمهاجمين من كتاب عز الدين القسام وبعد كده يجي بقى الضرب ايه جامد انتقام رهيب طب ما هيه اسرائيل دي دولة عندها جيش عندها طيران عندها قنابل عندها صواريخ ليه الامريكان والبريطانيين ضموا وبيعملوا اسناد الموضوع مريب انا فكرت فيه لحد ما دماري وجعدني عايز بقى بعد اذنكو كل واحد فيكو يديني تصوروا ايه الهدف الاسمة من كل اللي حصل ايه الهدف الكبير وما حدش يغيش من اللي جنبه يعني لما تلاقي تعليق ما تقرهوش لو انت هتكتب تعليق اكتب تعليقك الاول واكتب تصورك الاول وبعدين شوف بقية التصورات عشان انا فعلا دماري هتنفاجر فاكتبه لي كل واحد يكتبلي شوية كلام كده ايه عن فكره رايح لمين انت رايح لمصر رايح لايران رايح للسعودية انت رايح لاعادة احتلال الاماكن او المناطق اللي كانوا محتلينها في سبعة وستين واجزاء منها اتحررت على رأسها صينة وجزء كبير من الاردن ضفها الشرقية ففكر وقل لي عشان انا على قد ما انا شايف الصورة برضو شايفها نقصها محدش هيكملها لي غير حضراتكم منتظر تعليقاتكم وحطلع لكم بحلقة ان شاء الله بكرة او بعده بالزبدة هشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر